معي من بيروت دكتور سامي نادر أستاذ في القانون والعلاقات الدولية مرحباً الخير أهلاً بك معنا دكتور سامي في تشاؤم دكتور سامي بالفترة الأخيرة قبل هذه القمة التاريخية كيف تتابع ما يحدث؟ إن كان من جهة ترامب ومنذ يومين نتحدث عن علامات استفهام وكأنه يسأل نفسه من جديد لماذا هذه القمة وإذا ما كانت سيعدوا إحراجاً سياسياً واليوم واشنطن بوست تقول أنه من ناحية كيم جونغ أون هي فقط من خوفه بما معنى إذا ما ذهب من انقلاب عسكري أو ما شابه ما الذي يحدث؟ أعتقد هناك عدة أمور ولكن ليس هناك من تغيير في الأساسيات عدة أمور تتعلق أولاً أن كل فريق يسعى إلى تحسين مواقعه التفاوضية خاصة نحن هنا أمام ثقافتين في التفاوض فالثقافة الأسياوية في التفاوض مختلفة تماماً عن أسلوب المفاوضة الأمريكية وهذا ما رأيناه في مجال علم المفاوضات خلال العقود السابقة هذا أولاً ثانياً هناك محاولة دائمة من قبل الأسيويين لكي يحسنوا شروط التفاوض حتى في اللحظة الأخيرة والسير على حافة الهاوية إنجاز التعبير وهذا ما رأيناه خلال المفاوضات مع كيم يونغ أولي الأب إذن هذه تكتيكات تفاوض من جهة وهناك أيضاً مسألة تتعلق في صلب المفاوضات هي أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد ضمانات كاملة لأن الخطوة التي يقوم بها الرئيس الأمريكي وهو رئيس أقوى دولة وإذا أخذنا بعين الأتبارات كل ما يدور في الداخل الأمريكي لا يمكنه أن يجازف في قمة لن تكون ناجحة مئة في المئة فهذا سوف ينعكس على وقائل نحن في نفس الدائرة دكتور سامي وعلى انتخابات المقبلة لا شك الولايات المتحدة تريد ضمانات والكوريا الشمالية تريد ضمانات من ناحية الوضع الاقتصادي من ناحية الأمن أمن نظامة صحيح ولكن كما جاء في التقرير هناك قلق وأصبح واضحا ما يريده بالدرجة الأولى كيم يونج إيل وهو الإبقاء على النظام يريد ضمانات لبقاء النظام وأنه لن ينتهي مثل ما انتهى معمر القزافي الذي واجه مسألة مشابهة واستحقاق مشابه خاصة أن هناك وسائل الأعلام سربت هذا السيناريو المحتمل ثالثا يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن وسائل الأعلام في الولايات المتحدة الأمريكية ليست صديقة لدونالد ترامب ولن تسهل هذا الإنجاز الدبلوماسي الذي سوف يحققه إن نجحت هذه القمة لأن ذلك سوف يكون نجاحا يكون له وقع على سائر الملفات وأولها الملف الإيراني إذن هناك كل هذه الاعتبارات ولكن في الأساس أنا أعتقد أن حتى لو أرجعت القمة بعد أسابيع أو بعض أيام ولكن في الأساس هناك مصلحة مشتركة للطرفين من أجل نجاح هذه القمة وما حدث مهم برأيك بفتيك الدكتور سامي كنت هذا ما قلت قبل بأنه حتى لو تم تأجيلها أو حتى لو كانوا متوقع طبعا جدا عدة عرقيل ولكن مهم وتاريخي ما يحدث صحيح صحيح مهم وتاريخي هذا سوف ينعكس على الساحة الدولية بشكل كبير سوف يستبت عقيدة الترامب في مقاربة الملفات الكبيرة لسيما الشائكة منها وأيضا بالنسبة لكوريا الشمالية سوف تنقذ النظام وسوف يسلك مسلك النمو الاقتصادي ويلحق بركاب الاقتصاد العالمي ربما على الطريقة الصينية أي لا تغيير في البناء الديمقراطية لهذا المجتمع ولكن من دون شك هناك انخراط أكبر في الاقتصاد العاملي إذن للطرفين اليوم مصلحة في إنجاز هذا الاتقال أنا أشكرك جزيلا بيروت دكتور سامي نادر أستاذ في القانون واللقاء الدولية شكرا